ورجعنا لكم مستمعين أنتم في السماء دائما البرنامج اللاملاتي وبحضور الدكتور عرباوي عبد السمد أخي سائف أمراض النساء والتوليد أهلا بك دكتور السلام عليكم أتمنى تكون على خير ومشكور جدا على الحضور ديالك الدائم في البرنامج وعلى النصائح اللي غادي تقدم لكل مستمعات اليوم اليوم بغينا تكلمو على مرض السرطان ديالتادي وتنعرفوه لأنه سرطان تادي هو مرض يعني شائع ومنتشر كتير كتير في صفوف ديال النساء وربما غادي في تزايد يعني في تزايد منذ تقريبا عشرين أو خمسة وعشرين سانة كانوا حتى تزايد في جميع الدول في الدول المتقدمة وفي الدول الغير المتقدمة فنبغينا عرفوه دكتور شنو يعني تعريفك المرض سرطان تادي سرطان تادي هو السرطان اللي كيصيب كيصيب التادي في الغالب هاد السرطان كيصيب قنوات الحليب نعرفوه بأن السيدة المرضعة يعني كان انتاج الحليب في التادي وهاد الحليب كيمر من واحد القنوات باش كيمشي الحالماء دونك هاد السرطان يعني واحد الخلايا اللي غير طبيعية وخلايا اللي كدرت تنتشر بوحس سرعة كبيرة وقدرت تنتشر في جميع في جميع الساد انحق الجسم وراء وراء دونك كيين واحد تسرب ولهذا كتقدي على على يعني كتقدي على الأعضاء وعلى الحيوية دي الأعضاء دونك هاد الخلايا هادي خلايا يعني سرطانية وقدر نقولها انتق بارانتز مدمرة دونك وهذا السرطان كنت تكلموه اليوم لأنه سرطان منتشر جدا تقريبا ستة ملايين دي النساء في جميع انحق العالم سنويا وفي المغرب على ما اظن معدي احصائيات يعني مضبوطة ولكن كيين اكثر من خمسة عالف حالة سنوية في فرنسا تقريبا ثلاثة وخمسين او خمسين حالة سنوية وفي تزايد مستمر يعني رقمك يخوف صراحة بالنسبة لهذا السرطان تنتشر يعني وش كينش اسباب محددة يعني تذكر بالاسابة يعني بهذا المرض ولكن الاسباب ما كانش اسباب اللي محددة ولكن كان عوامل رئيسية عوامل رئيسية اللي ممكن انه تساعد في اسابة بهذا المرض بحلاش؟ العوامل الرئيسية اولا كان السن دونك قدمة يعني كلما كان السن يعني مرتفع كلما يعني حدود او يعني كلما الاسابات كتكون كتيرا دونك كان اولا السن نعرف بان السن في تزايد مستمر يعني الناس ولو كيعيشوا اكتر يعني بسبب بسبب تقدم واسمته وكان اسباب السبب الرئيسي اللي كان كتير بزاف هو اسباب عائلية يعني كان بعض العائلات اللي كيكون فيهم السرطان تكون يعني منتشر يعني حتى الجانب الوراثي ممكن يكون دور في الاصابة يعني لو كانت مثلا العمى والخالة ولا مثلا الأخت يعني كان بزاف الأخت، الأخت، الخالة، الأم يعني من جانب الأم أكثر من جانب الأب يعني كلما كانت هذه الحالات كانت في جانب العائلة يعني كلما كانت كل المرأة عرضة لهذا السرطان وكان بعض تغيرات في بعض الجينات ولكن كانت لعب واحد دور تقريبا 1-5-10% بالإصابة بهذا المرأة وما بعض الجينات اللي كتكون فيها خلل لأننا كنعرفوا أن كان بعض الجينات اللي كنقولوا كتحمي المرأة من السرطان وكيكون فيها خلل لأسباب ويراتية يعني تتوارت وهذا النساء هادو كيتصعبوا بسرطان التالي تقريبا 70-80% للحالات ولا بغنا نتكلموا مثلا على السرطان التالي بالنسبة للأعراض اللي ممكن على أنه كل فتاة ولا كل سيدة يعني تحاول أنه تراقب مثلا التالي ديالها وتعرف يعني شو الأعراض اللي كتبيين على أنه ره ربما إشارة ولا ره كين هذك المرض وأي خلال أو أي تغيير في التالي خاصة يستدعي زيارة الطبيب يعني ما تستهلوش بالأمر يعني في الغالب كتكون واحد الكتلة اللي كتكتشفها المرأة يعني بالفحص الداتي أو بالصدفة أو كيكتشفها الطبيب يعني كتبت قلب يعني في جناب ديال بزولة ديالها بزولة ديالها كاملة يعني من القلب تحتل بزولة كاملة ستشوفوش مكينش مثلا بحالشي حباب بحالشي حاجات شوف حالشي حباب بحالشي تورم بحالشي في الغالب هالتورم وله هاد الكتلة كتكون غير مؤلمة هذا بالنسبة للتورم ولكن من وصل المرحلة للتورم يعني وصلنا الواحد للأستاذ نقوله شوية غير مبكرة كان كذلك بعض الإفرازات منتدي خصوصا الإفرازات اللي كتكون اللوني لها أحمر أو كتكون منتدي واحد أو كتكون منفتحة واحدة من التدي يعني في ذاك الحالة ما دي التدي لش نمتنا الإفرازات كتخرج غير عادية غير الحليب من غير الحليب منوك هنا خاصة تتدعي استشارة الطبيب كان كذلك بعض تغيرات في الجلد يعني ممكن بعض الضغط في الجلد يعني اللاب بو تكون بحلة داخلة أو بعض تقرحات في الحلمة بحلة جزيمة وكي تكون بحلة جزيمة وكي يصحاب الناس بدرعية جزيمة خاصة أن ذاك البلاسة حساسة ذاك الحلمة دي التدي أي حاجة كانت فيها خاصة نردوا البلاء طيب الحال وكي تكون بحلة الكاش يعني وراءها كي يكون واحد الورم اللي ممكن يتشخص يعني تشخص سريري بالفحص أو كده أو ربما عير بالراديو الماموغغافي وليكوغغافي إلي سمحتي بالنسبة مثلا ما كين حتش على قمة بين مثلا الحجم دي التدي مثلا الكبر ديالو أو الصغر ديالو لا ما كنش ما كنش أبحاث اللي كتبين بأن الحجم دي التدي تلعب واحد دور كان بعد الأبحاث كتبين بأن ولكن تبقى غير يعني غير مؤكدة بأن لسان دانس يعني التدي اللي كيكون في الراديو كيكون دانس يعني شيكون مكيكونش فيه النسيج الدهني كيكون قليل هادك هادك الناس سيكونوا أكثر عرضا للي سرطان التدي وكل حجم ما كيلعبش مكيلعبش مكيلعبش وانتفاخ بالنسبة لانتفاخ ديالتدي انتفاخ تدي توقصي الواحد يردلي البال مثلا لا انتفاخ لك انتفاخ يعني مصاحب مصاحب لدورة دموية واسميتو فالغالب هادك عادي خاص يكون الفحص يعني بعد دورة دموية بعد دورة شهرية لانك يكون الفحص اولا تكون سهل وثانيا ذلك التغيرات الهرمونية ما كتكونش يعني كتكون فاتس دونك ولا بدا ما خاص اخطر شيء هو التورم التورم والإفرازات والتغيرات في الجلد لقاءنا بكم مستمعنا ما زال متستمر دائما رفقة الدكتور عربوي عبدالسامد أخي صائف أمراض النساء والتوليد اللي يمكن تكلموا على سرطان التدي هذا اللي ممكن أنه السيدات تحاول أنه تقلب يعني التدي ديالها وتشوف يعني بالنسبة لهاد الأعراض كلهم اللي ذكرتي بالنسبة كنعرفو على أنه التشخيص المبكر كيلعب واحد دور كبير يعني في العلاج ديال من هذا المرض لأنه مني كان جيو من الأول كيكون مثلا ورام صغير ما عندوش حتى يعني حتى شي يعني عواقب كثيرة كتكون يعني تشخيص مبكر مهم بزاف طبية الحال التشخيص المبكر كنجوش جوش الوسائل 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 اللي اللي زمكين علميا مضبوطة وهي الماموغرافي أيها ذلك المفحص الشعاعي أيها لأن الماموغرافي والا الراديو لأن الراديو كتبيا يعني كنكتشف بها يعني السرطان في البداية دياله مكيكون داخل القنوات لأنه كننا كيبدأ في الغالب تقريبا مش 80% و 90% في القنوات في قنوات الحاليب دونك التورن تكون باقي داخل القنوات يعني باقي ما باقي ما مختارق شدك الجدار ديالقنوات ومتصرفش تغلب علي في الإناج ومتصرفش الدم ومتصرفش الغداد اللينفاوية دونك لأن كيفش تيبان كيكونوا في الغالب ديكالسيوم دونك ديكالسيفيكاسيوم تكالوسات اللي كتبان كتبان مزيان في الراديو دونك عندك الماموغرافي ضرورية كيفش تيكون يعني الفحص لأنه بزيف سيدات كيتخوفوا من هذا كيسمعوا الراديو صعيب ديالب الزولة كيفش تيكون كيفش تيكون هذاك الفحص ديالطويب لهذا المراد يعني في هذاك الفحص الماموغرافي كيددار في مصلحات الراديو وكيدستغرق تقريبا ما كيدستغرق صار مر ربع ساعة اسميته وخصي يدار من بعد دورة شهرية بش ميكون بش ميكون أقل آلم ولا عند المرأة اللي ما عندهاش يعني المرأة اللي وصلت سن قطاع دورة شهرية وتيكون ما تكونش مؤلم ما تكونش مؤلم بزاف وتقريبا هو في حداته هاد الالكزامة ما كيفوش دقيقة لأن كيدديروا الدوبلاك بش كيدخطوا على الوسع يعني وجوش لكوب يعني جانبية وهو من الأمام بش كيبان تقريبا جوان كاملة هو بالنسبة بالنسبة الأهمية دياله بالمقارنة مع ذاك الانزيع ذاك الألم اللي بسيط يعني من الأحسن السيدات ديره لأن مهم جدا مهم جدا كيف قلتنا بالنسبة لهاد المامو بالنسبة يعني كان نعرف لأنه الوقاية دائما كانت تكلموا عن الوقاية يعني خير من العلاج ما كان بغوش نوصل للعلاج قبل يعني كانوا دائما هذيك الوقاية منسبة للسيدات اللي ربما كيسمعون اليوم وكيسمعون دائما الحملات اللي كدرع منسبة هذا المرض السرطان تنتدي واخه مفسين صغيرة وتيبغوا أنهم يمشون مثلا ندروا الماموغرافي وش هو خاص كل سيدات يدروا يعني المعدل ديال أنا ندروا مرة في السنة لابس طلب من طبيب هو كان تقريبا المرأة اللي عندها كتر من 40 سنة يعني من بعد 40 سنة ونبدأ نخص الماموغرافي تقريبا كل سنتين يعني بنسبة السيدات اللي عندهم في العائلة ديالهم وحتى تاريخ ديال سرطان سرطان تدي أو سرطان سرطان المبيض يعني بسف من العائلة ديالهم خاصها تدير الماموغرافي بيزمواليكوغرافي تديرها تقريبا خمس سنوات قبل ظهور هذك السرطان في العائلة يعني إذا كان في المثال سرطان ظهر في المثال في سن 35 عند العائلة يعني من سن 30 خاصها تدير الماموغرافي ماموغرافي كيف قلت لنا يعني مرأة ممكن مرأة في عامين مرأة في سنتين خاصها تدير الماموغرافي صوف الحالات اللي عندهم أمراض جينية اللي قدرنا عليهم قلنا تقريبا 5-10% السيدات اللي كيدرون المتحال يكالقوا عندهم هذا كل جان اللي هو مسؤول على هذا السرطان هذك الناس خاصهم دير الماموغرافي تقريبا من سن 30 وديرها كل سنة معها حتى اليارام كنا دائما كنا نسمعوا لأنه رضاعة طبيعية من بين العوامل الأساسي اللي كتحمي من سرطان التدي طبيعا الحالو هذة مسألة هذة صحيحة ويعني يعني يلي كنفيرمي علش الرضاعة لأن لأن كنا نعرف ديجا الحمل أثناء الحمل توقع واحد نضج للك الخلايا هذه الخلايا اللي في قانوات الحليب توقع لهم واحد نضج واحد تغييرات كتسمى تغييرات إيجابية اللي كتحميهم من السرطان ومن الرضاعة كذلك حتى البخولكتين أبغامو كتلعب واحد دور في هاد المسألة يعني قدمة المرأة يعني حولت على أنه قدر الإمكان يعني لما كانوا شيء أسباب لم يبقاش عند الحليب يعني معناش كيفاش نديروا الميك يكون مثلا ضروري أنه دائما نشجعوا للرضاعة الطبيعية والأقل عام حتى العامين حتى العامين حتى السنتين ترجمة نانسي قنقر